بالرصاص والاكتحامات العسكرية في بلدة كوفردان غرب جنين استهل الجيش الاسرائيلي العام الجديد عملية عسكرية واسعة استهدفت ثلاثة منازل لعائلتي الشهيد احمد وعبد الرحمن عابد في البلدة بدريعة تنفيذهما عملية اسفرت عن مقتل ضابط اسرائيلي قبل اشهر بعد ساعات من الحصار والمواجهات انتهى هجوم الاحتلال بهدم المنازل الثلاثة بالمتفجرات تاركا اصحابها بلا مأوى بحاولوا يردوا جزء من الوجع اللي هم فيه بهدم الدار بس عزيمتنا الحمد لله فوق 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 الحمد لله فعلا سياسة عقاب الجماعي طبعا هاي سياسة العقاب الجماعي طبعا القانون الدولي محرم دوليا يعني بشوفها يعني ما بتكلل من عزيمة الناس ابدا هدم صاحبته مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة بين المقاومين والجيش الاسرائيلي اسفرت عن استشهاد الشابين محمد حوشية وفؤاد عابد واصابة العشرات باصابات متنوعة عملية عسكرية هي الاولى في ظل الحكومة الاسرائيلية الجديدة التي تمثل اليمين المتطرف تؤكد بحسب متابعين على السياسة الامنية المتواصلة في التعامل مع الفلسطينيين اسرائيل لا زالت بذات السياسة التي تعتمد على التنكيل بالفلسطينيين القتل ورأينا العام الماضي اكثر من 173 شهيد فقط في الضفة الغربية الحكومة المقبلة بالتأكيد كعقلية امنية ستستمر في ذات الصياق لكن ربما تسعي لتخفيف حدة التصعيد من خلال تخفيف الضغط على الفلسطينيين لإيمان نتنياهو بضرورة تقليص الصراع تصعيد اسرائيلي يأتي استئنافا لعمليات الاحتلال التي راح ضحيتها اكثر من 170 شهيدا عام 2022 الذي وصفته الامم المتحدة بالاكثر دموية باسالة مزيد من دماء الفلسطينيين وهدم منازلهم وتكثيف الاقتحامات العسكرية تفسح الحكومة الاسرائيلية عن نواياها للعام الجديد تصعيد بحسب الفلسطينيين يأتي متناغما مع صعود اليمين المتطرف ترجمة نانسي قنقر